شاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها دور أمريكا في تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية في مصر الضاهر عن أمامنا أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري هو الذي عينه مديرا للمخابرات الحربية لكن لما نضاقق في سيرته نفاجأ أن من الذي يسند هذا اللواء نجد أنه أولا عاملة ملحقا عسكريا للعسكر اللي يسموه الجيش المصري في واشنطن يعني كان هو حلقة الواصل بين المخابرات الحربية الأمريكية المخابرات الحربية في الجيش الأمريكي والمخابرات الحربية في مصر والعسكر في مصر المسؤول عن الصفقات السلاح وتوريد الأسلحة والنسب المقاوية من الرشاوة التي تذهب للمسؤولين العسكرين في مصر فهو شريك ومطلع على ما يجري في هذه المسألة ومعروف أن العقود مع الشركات الأجنبية عادة المسؤولين في الدول المتخلفة أو في الأنظمة القمعية يتقاضون 10% منها وبتوزع وكان فيه فضيحة النائب العامل في لند حقق فيها لأن المشير طنطاوي وزير الدفاع عضي مبارك وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وغيرهم من المسؤولين تقاضوا 10% رشاوة من شركة باتريا الفنلندية تصدر لهم دبابات فاسدة والنائب العامل الفنلندي فاتش الشركة وحبس مسؤولين في الشركة والصحافة الفنلندية نشرت ذلك لكن في مصر لا حس ولا خبر المهمة فهو كان الملحق العسكري في واشنطن فطبعا عند الأمريكان يهدخل أنه كان الملحق العسكري مثلا عند إسرائيل في صفارة مصر عند إسرائيل عند الكائن الصهيون في هذه الحالة ماذا تتوقع هذا أول مؤهل له لما عاد إلى مصر ترقى في الوظائف حتى شغله منصب رئيس أركان حرب الجيش الميداني الثاني ثم قائد الجيش الثاني الميداني المسؤول عن إيه معلم عن هدم رفح وهدم القرى حول رفح وتعذيب النساء وقتل الأطفال وتجرفها وتسلم رفح لإسرائيل عمليا وهدم الشيخ زويد يعني هدم وأجزاء كبيرة جدا من الشيخ زويد وكل من المآسي وعمليات التي تحدث في سيناء ولا يقوم بها إلا صهيون حقت التدمير الذي يجري في سيناء وأنا في عهد الرئيس مرسي ذهبت إلى سيناء ورأيت أهلين في سيناء والله زرعوا السحراء وعمروها وفي الآخر هؤلاء العسكر بخلوا عليهم حتى بمجرد تملكهم أراضي آبائهم وأجدادهم رافضوا حتى يدوم عقد تمليك وهؤلاء كان يجب أنه تقبل أحذيتهم فيجي العسكر يهدموا بيوتهم فوق رؤوسهم وكذا طبعا ده كله بتعليمات من إسرائيل طبعا خالد مجرد في سيناء رح هدم البيوت كما ذكرنا ثم ذهب إلى الكنيسة حيث أخذ البركة من هناك وطلب الرضا والاعتماد في النهاية وصل به هذه المسيرة إلى منصب مدير المخابرات الحربية وهكذا هم ضباط العسكر ضباط العسكر وفيه طالب كلها حربية بداخل ليه مستعد يبيع أبوه ويبيع أمه ويبيع مصر مش يبيع مصر يبيع أبوه أمه اللي هم أغلى من مصر كي يصل إلى منصب رئيس الجمهورية أو ما يسامى برئيس الجمهورية له آخر بيكون ترطور لحساب الأمريكي مش منصب رئيس الجمهورية لحاجة مفاجر رئيس الجمهورية أصلا الذي حاول أن يكون رئيسا للجمهورية هو شخص واحد اسم محمد مرسي وعزلوه لأن الأمريكان قالوا أنت انفقر نفسك رئيس الجمهورية ولا إيه أنت لابد تشتغل عندنا فرفض فحصل عليه الانقلاب العسكري كما نعلم فطبعا ما فيش أي طالب داخل كلية حربية عشان خطر عنهم مصر إطلاقا يعني ولا حبا في الوطن ده الكلام الذي تقوله الرقصات في الأغاني وكذا وهم بيكلفوا المغنيات والرقصات أن يطلعوا يقولوا هذا الكلام وهذا لا يعدوا إلا سوى أن يكون كلام محششين تمام إنما معروف وهاتوا كل تاريخهم وانا مش لا وقت الاستعراض ذلك الآن طيب هنا علاقة المخابرات الحربية في مصر بأمريكا أنا هستعرض وقعتين توضحان إن مدير المخابرات الحربية في مصر لابد يكون تابع مباشرة للأمريكا الوقعتين ورد في كتاب كنت نائبا لرئيس المخابرات اللواء عبد الفتاح أبو الفضل في مذكراتي وكان ضابط في المخابرات الحربية هما ضابط في المخابرات العامة هما نائبا لرئيس المخابرات العامة في عهد جمال عبد الناصر بيروا وقتين توضحان لنا الأمور يقول بعد انقلاب يوليو 1952 بتاع جمال عبد الناصر عملته في المخابرات الحربية ففوجئت إن ضباط المخقيات المخابرات الحربية بيردها من ضباط المخابرات الحربية على مستوى الجمهورية تقارير الجيش المصري يعني كل ضابط مثلا مسؤول عن الكتيبة الفلانية أو اللواء فلان أو الفرقة الفلانية أو الضابط المسؤول عن الجيش الثاني الميداني كل هؤلاء بيكتب إيه تقرير يومي ماذا جرى؟ عندك العربة السليمة المعطوبة كل الحوادث كل ما وقع وترفع لقيادة المخابرات الحربية وبول وجدت قيادة المخابرات الحربية ترسلها لمن؟ للملحق العسكري في الصفارة البريطانية طبعا دا كان في عاد الملك فاروق من الذي يقوم مكان للملحق العسكري البريطاني الآن؟ الملحق العسكري الأمريكي في القيارة أو الصفارة الأمريكية طيب هل بعد جمال عبد الناصر هذه العادة توقفت الإجابة لا أيضا مذكرات اللواء عبد الفتاح أبو الفضل يقول في مذكراته ماذا؟ تعرفين برج القاهرة برج القاهرة أصلا كان فيه مقر المخابرات في عاد جمال عبد الناصر كانوا مقردين ثلاث طواب فيقول فيهم جاءت قوات عسكرية وحاصرت برج القاهرة ودخلوا الطابق الذي أسفل منه لأنه كان في المخابرات وحصار وكذا ووفقونا أنهم يطلبوا من ضابط في المخابرات اسمه حسن التهامي وده صديق جمال عبد الناصر أن يسلم نفسه وحسن رفض وحصلت مقاومة تخيل بقى أنت ضابط مخابرات بيولقى القبض عليه داخل مقر المخابرات ويقاوم ده مفروض ياخد إيه؟ أعداد ده مسألة ما فيهاش أي حزار ده يروح ورعين الشمس مش إعدام ده يعد السيد قطب بمراحل بقى الله يرحمه يقول لك وإذا بيوم نروح ما الموضوع جماعة؟ فأقول لك اكتشفنا أنه كان يعمل لحساب المخابرات الأمريكية يعني خلنا المخابرات المصرية طيب عادي واشتغل لحساب المخابرات الأمريكية كل هذا عادي طب إيه المهمة اللي مكلفة بها المخابرات الأمريكية أن يتجسس على جمال عبد الناصر ويسجل مكالماته فبقول طبعا قلنا ده هيتعدم أو هيتفرم أو يعني شهتعرف له إيه حد شعرف له طريق برة فابقول سنة واثنين وثلاثة فوجئنا بجماعة العبد الناصر يعينه أمين عام رئاس الجمهورية يعني المسؤولة عن كل حاجة بتحصل فيه القصور الرئاسية ورئاس الجمهورية ترقى وهو بيتجسع لجماعة عبد الناصر ثم بعد ذلك السادات عينه وزير شؤون رئاس الجمهورية ثم هذا كان الوسيط بين المساد الإسرائيلي وبين أنور السادات وهذا كله مذكور وحسن التهمي ذكر أيضا جانبا من هذا في مذكراته منشورة أيضا على الإنترنت هذا يوضح لنا كيف تسير الأمور وهنجد أنه علاقة المخابرات الحربية بالأمريكان علاقة مباشرة وانت لما تقرأ في تاريخ المخابرات الحربية وأنا عامل حلقة على اليوتيوب اكتب فضائح المخابرات الحربية في مصر لما تشوف تاريخ المخابرات الحربية عمرها ما تجسست على إسرائيل ولا على الإنجليز ولا علي جيش أجنبي هل سمعتم أن المخابرات الحربية يعني إمخار الحربية بتعملها جماعة مهمتها مكافحة النشاط الإسلامي داخل العسكر يعني لو فيه ضابط تدين أو ضابط بيصلي أو ضابط بيصوم أو كده واستشعروا أن احتمال في المستقبل يعارض فساد أو يعارض خيانة أو يصل إلى منصب مهم بيفصلون مهمة المخابرات الحربية هي أن تراقب زوجات ضباط الجيش وتراقبهم ومهمتها أن تراقب الضباط بنفسهم وتصورهم مثلا ضباط المنطقة المركزية بيطلعوا بعد الظهر بعد التالي العمل مثلا يروح يعرف مثلا رقاصة أو فنانة أو ممثلة أو ما يقوله أو فلان أو كده وأنتو عارفين طبعا نشر كثير جدا في مسألة علاقة الرقاصات بالضباط المخابرات الحربية بتصورهم وتستخدم ذلك وسيلة لابتزازه أو لترقيته ووضع تحت السيطرة والكنترول والتحكم وبتسجل لزوجات الضباط تمام اللي تلاقي مثلا لما تلاقي واحدة منهم ماشية مش ماشي مزبوط تبدأ المخابرات تستخدم هذا كوسيلة ضدها أو ضد زوجها أو ما إلى ذلك فهذا هي نشاط المخابرات الحربية لكن أولي للمخابرات الحربية والله أنا عاوز أعرف المخابرات الحربية ماذا قدمت لمصر لا شيء لأننا هزمنا في كل الحروب وأنا شرحت ذلك في فيديو فضائح المخابرات الحربية ستجدونه على اليوتيوب أرجو مشاهدين أن تكون السورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر